الفنان يوسف محمد أهلا وسهلا بكم ومنورنا في العيلينا حبيب القلب الله يخليلي إياك يا رب كلمنا عن آخر أعمالك الفناني آخر شي اشتغلت أنا دائما كنت أشتغل بلبنان مشتغل أعمال لبناني سوري مشترك بس أول مرة بشتغل بمصر أم الدنيا با فصورت بفيلم كابتن جاك للمخرج شادي علي وانتاج وايت برودوكشن المهندس عيسام عبدالعزيز كلمنا عن تجربة الفيلم ده كابتن جاك طبيعة دورك إيه هلا هو فيلم كوميدي وفي مجموعة من النجوم الكوميديا بمصر دوري الشرير هلا ما تقل لي ليه شرير لأنه أنا بحب أدوار الشر فعليا فدوري بيكون أنا أبن عيلة كتير غنية وعندها شي كتير مهم لازم بينسرق هيدا الشي بس ما بدي أحكي تفاصيل الفيلم ما بدي أحرقه فبكون أنا قلي يد بالمواضيع طبع السرقة عشان هيك شرير كانت تجربة حلوة الشغل مع الممثلين المصريين هوا عالي جدا فعليا لأنه هن محترفين وحلو الشغل معهم في لزة لأنه بيعطوك صح بتقدر تحس معهم صح بتقدر تعطي ري اكشن صح ده أول عمل فني لك في مصر بعد تجارب نجحة في لبنان صح كده؟ صح أنا أول مرة قلتلك بشتغل بمصر قبل كده بس اشتغلت في لبنان بس بقلي خمسة وعشرين سنة يعني من سبعة وتسعين أنا ابتديت أول حاجة في طلبين القرب وراها اشتغلت في عمول كنترول نورة دقت قلب لأنه الحب اشتغلت كانت ضيف بالهايبة اتنان ما بحرصة بتعرف مسلسل الهايبة مسلسل رائع جدا المسمع في الوطن العربي كله ايه كانت ضيف وكمان كان دوري شريب اخترت أدور الشر عشان تبقى متميزة وبتعلم مع المشاهد أكتر؟ انا يعني انا ابن انا اصلا يعني خريج جامعة انا دارس اخراج وتمثيل انا خريج معهد فنون جميلة اسم السينما وانك تعمل كاركتر كاركترات الكمبليكيتد أكتر بيكون عند الشر لأنه بيكون عنده نفسيا كتير قصص فبحب أدوار الشر يعني بتستهويني أدوار الشر كيف انها تتحصرك في أدوار الشر ومتعرفش تطلع منها؟ لا أبدا أنا مشتغل أدوار ما فيها شر بس أنا إذا إجت لقلي بحب ألعب دور شر يعني بلاقي أنه بقدر أعمل كاركتر بيتغير كتير عن اللي قبله يعني إذا بتشوف يمكن أنا هون بمصر لأنه ما بيحضروا لبناني أنا بعرف يعني بس لبناني محوض مش كتير فممكن تشوفني أنا بولا مسلسل كنت بيشبه المسلسل اللي قبله حتى شكلي بغيره كله ما بيطلع بنفس الشكل فهيدا الشي بيستهويني لأنه هيدا الشي بيحبه في الفيلم الجديد بيتواجه تحدي اللغة اللهجة المصرية ولا خلاص أنت منصاهر مع المصريين وحافظهم؟ أنا هقولك بقى أنا من وقت دخلت الجامعة الغاية دلوقتي أنا باجي مصر يعني من سبعة وتسعين باجي مصر من خمس وعوشين سنة فأنا أصلا بعتبر أنه مصر هي بلد التاني وأنا بحب مصر جدا وبحب شعب مصر مش عشان أنا في مصر وبقول لك كده أبدا لا عشان أنا عشت التجربة المصرية بالشعب الطيب الكريم اللي ما عندوش حد أدنى أبدا ما عندوش حاجة اسمها عنصرية يعني أنا في مصر في حياتي ما حسيت أنه أنا في مصر أنا بحس نفسي في لبنان فالناس بعملوني كأني مصري أصلا فنس جميلة ويعني ده شرف لي كبير أنه أنا دلوقتي في مصر هل رد عن خطاتك الفنية ولا حاس أنه في أفضل وأحسن؟ لك ما في فنان بالعالم بيرضى عن شي عام له إلا ما بكون عم يطمح أنه يعمل شي أحسن يعني هلأ أنا إذا عملت إذا إذا رجعت بالمونستر بيس اللي لعبته مونستر بيس يعني أحسن شي أنا لعبه بحياتي بقول لا ما كان كتير منيح بدي أحسن فالإنسان دايما طموحه بحب يطلع دايما أحسن فأكيد وبعد في عنا يعني أنا بعتبر حالي بعدني تلميز عم بتعلم بالحياة بعد في كتير إشي نقصتني إيه الأعمال الفنية تعتبرها بصمة في مشورك الفني؟ هلأ في عندي في مسلسل لبناني اسمه دقة قلب وفي مسلسل كمان لبناني اسمه لأنه الحب وأنا أكتر شي أخدت شهرة بلبنان وعملني عليني كتير هو غنوجة بيا أنا بغنوجة بيا كان دوري كتير مفصلي وكان كتير حلو إن شاء الله يحبوني العالم بكابتن جاك في مصر يحبوك دوري شر؟ لا لا ممكن يحبوك يعني أنا مسلا لما يكون عم بحضر اللي بكونوا عم يلعبوا أدوار شر كتير بحبوني لأنه بكونوا عم يلعبوا حلو وحتى لو كرهوني يعني هني يحبوني لأنه عم يعطوني حقي لأنه أنا كنت عم بلعب صح لأنه إذا ما كرهوني فعليا يعني أنا ما عم بلعب صح طمحاتك الفنين الفترة جائي؟ يعني إن شاء الله هلأ في عندي شي إن شاء الله قريبا بس تعرف أنت هلأ هلأ فترة رمضان تعرف كله عم بيحضر للشهر للشهر الفضيل إن شاء الله عم نحضر شيء لبعد رمضان مسلسل لبناني سوري مصري مشترك إن شاء الله تحية لكم حبيبي مرسيق لكم وأنتو كتير مزوئين وأنا مبسطت كتير أني طلعت معكم هذا شرف إليه وتحية للشعب المصري العظيم تحية لكم حبيبي الله شكرا 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 شكرا